موسيقى تحية لكم مشاهدين الكرام اهلا بكم الى هذه الحلقة من حديث الصحافة والبداية مع صحيفة التايمز التي نشرت مقالا بعنوان من خوفنا من الاسلام الراديكالي نسينا الخوف من اليمين المتطرف حيث اشارت الكاتبة فيونا هاملتون لظاهرة تنام اليمين المتطرف في بريطانيا واغفاله من قبل السلطات بسبب التركيز على خطر التطرف الاسلامي ومكافحته وتقول في تقريرها ان تركيز السلطات على خطر التطرف الاسلامي مرده الى الهجمات الاخيرة في باريس وبروكسل وخطط الهجمات التي ابطلتها الاجهزة الامنية في بريطانيا وتذكر ان ناشطين ضد العنصرية نبهوا الى ان التيار اليميني المتطرف اخذ ينتعش في بعض المناطق من انجلترا وتشير الكاتبة الى المسيرة المناوئة للمهاجرين التي اتكاثرت عبر البلاد منذ سطوع نجم الحزب القومي البريطاني ورابطة الدفاع عن بريطانيا ثم تراجعت مع افول الحزبين وترى ان اندثار هذين المنظمتين فزح المجال لعناصر خطيرة اكثر ميلا للعنف والترويج له وتضيف ان التيار اليميني المتطرف تفاعل مع مقتل النائبة في مجلس العموم جو كوكاس وعبرت بعض التعليقات عن سعادتها بذلك وفي صحيفة ميليات التركية نقرأ مقالة لسامي كوهين بعنوان توجه جديد في السياسة التركية حيث ظهر في الفترة القليلة الماضية توجه جديد للسياسة التركية الخارجية في التوجه للعالم الثالث كان سببا اخر في زيادة سوء التفاهم بين تركيا والحلفاء والنظر الى هذا التوجه ايضا بانه انحراف مبكر عن الجادة المتفق عليها فانقرأ وفي رؤيتها لهذا التوجه تملك الكثير من الامور التي لم تتفق فيها مع امريكا ودول الاتحاد الاوروبي ولم يقتصر الخلاف هنا على الرؤية فحسب بل كان للاديولوجيا دور كبير في زيادة الشخاق بين الحلفاء فزيارات رئيس الجمهورية المتعاقبة في امريكا اللاتينية ومن ثم في افريقيا لم تكن فقط في اطار السياسات الجديدة لانقرأ وانما هي ايضا جزء من التحركات في اطار الرؤية والاديولوجيا الجديدة التي عبر عنها رئيس الجمهورية في لقاءاته وخطاباته عندما كان يؤكد مرارا وتكرارا ان السياسات الخارجية التركية ستكون دائما مع المظلومين والمغدور بهم في اديولوجيا تتمسك بالمبادئ والاخلاق ومساعدة المحتاجين والفقراء ضد الظالمين المستحلين لدماء واموال الشعوب اما بالنسبة للمكاسب التركية من الانفتاح والاستراتيجيات الجديدة فمنها مثلا حشد التأييد والدعم الدولي في ضموح اردوغان للقيادة الاممية فبالانفتاح على العالم الثالث تضيف بعدا اخر واصدقاء جدد في السلة التركية الخارجية فالافاق والابعاد الجديدة في السياسة الخارجية التركية ليست من اجل ان تحل مكان اخرى وانما يجب ان تكون اضافة جديدة تكون جنب بجنب مع الخيارات والابعاد القديمة وفي موقع تركي بريس نقرأ مقالا لاحمد موفق زيدان بعنوان شهداء الشام يعودون هذا الاسبوع وفيه يفترض الكاتب سيناريو تخيلي لشهداء الثورة ماذا لو عادوا هذا الاسبوع ليروا حصائد الثورة التي اطلقوها ودافعوا عنها واستشهدوا في سبيلها تخيلوا وقد عاد ابو ساهي والمقدم ياسر عبود والناشط الحوراني محمد ابو النمر وكذلك ابو عمر الزعبي ليروا جبهات حوران وهي تأتمر باوامر الموك الذي لم يعد يأبه لآهات الثكالة في حوران فضلا عن دارية والغوطتين الغربية والشرقية ماذا لو عاد الشيخ زهران علوش رحمة الله عليه وهو يرى تقاتل جيش الاسلام مع فيلق الرحمن هل كان سيقف الى جانب فصيل ضد اخر وماذا لو عاد الشهيد عبدالقادر صالح ورأى سقوط مناطق واسعة حررها بدمه ودماء اخوانه في الريف الشمالي ماذا لو عادوا وهم يرون ذوبان جيش التوحيد الذي اسسوه بدمائهم فغاب تماما عن الساحة الجهادية وماذا لو عاد شهداء احرار الشام من امثال ابي عبدالله الحموي والشيخ ابو يزن وغيرهما من قادة الثورة الجهاديين الحقيقيين ليروا الشقاق والخلاف يدب في فصائلهم هل سيباركون هذا الشقاق والخلاف ولكن سيرون الصورة المضية لثورة الشام العظيمة ايضا صورة الانتصارات في الريف الحلبي فالشام علمت العالم معنى ودود ولا دود فلم ولن تكون يوما عقيما في كل مناحي الحياة وبالانتقال الى صحيفة الحياة اللندنية مشاهدين الكرام نقرأ مقالا لطالب العلي بعنوان النموذج السوري في السلطة والهوية المضادة للمجتمع رأى فيه الكاتب بان تشكل اليات السيطرة والهيمنة التي تستخدمها سلطة الاستبداد في علاقاتها مع المجتمع يتم تغليب هوية احدى الجماعات على هوية الجماعات الاخرى وتمثل تجربة سوريا في ظل الاستبداد البعثي انموذجا ملائما لهذه الاطروحة تحررت سوريا من الانتذاب الفرنسي قبل انقلاب البعث باقل من عقدين وجاء انقلاب البعث ليقضي على اي افق محتمل لتطور الطبيعي للحياة السياسية يسمح بامكانية تشكل هوية سوريا مؤسسة ومبنية على عقد اجتماعي طوعي بين عموم السوريين على العكس افضت ممارسات البعث عبر عديد السينين الى تقويض اسس السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي عبر ممارسات سياسية وتنظيمية على مستوى الدولة اتسمت بغالبيتها بطابع تمييزي وعلى الرغم ان الانظمة الشمولية تقوم على فكرة ادماج عموم الافراد والجماعات والطبقات في بوتقة الامة ففي الحالة البعثية هذه سرعان ما استحالت فكرة الادماج تلك الى ادماج ما بين الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة بحيث تمهى الحزب بالسلطة ونظام الحكم بالحاكمية الهوية تتحدد بدلالة محصلة القوى والعلاقات والتنازعات القائمة بين مجمل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الى التخلص من نظام الاستبداد وبمعنى اخر تفكيك الهيمنة والسيطرة يعتبر خطوة الاولى اللازمة وغير الكافية بطبيعة الحال في مسار تحرير هذه الهوية او الجماعة من تفوقها واعادتها الى مكانها الطبيعي في النموذج الاجتماعي المتعدد الثقافات صحيفة العربي الجديد نشرت مقالا لميشيل كيلو بعنوان مشكلة تتطلب حلا عاجلا رأى فيه الكاتب بانه ما ان رمت الولايات المتحدة الامريكية بورقة الحرب ضد الارهاب بما ادخلته من قوى جديدة الى الساحة السورية وخصوصا منها قوات الحماية الكردية قوات حماية الشعب التابعة الحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وما ان غزت روسيا سوريا وبدأت تتصرف كقوة احتلالهم من النمط الاستعماري القديم حتى تبدلت مفردات الصراع الدائر فيها وتفاقمت تعقيداته قبل ذلك كان حل القضية السورية يعني تطبيق وثيقة جينيف والقرارات الدولية الممبثقة عنها لاقامة نظام ديمقراطي يلبي مطالب الشعب السوري لا محل فيه للأسد ونظامه تتوقف بقيامه الحرب ويسود السلام بعد ادخال واشنطن قوات البي واي دي بقوة الى الحرب وقتال روسيا المكثف ضد الجيش الحر لم تعد تسوية صراع المعارضة نظام كافية لتسوية المسألة السورية ولم يعد حل جينيف واحد والقرارات الدولية كافية لانهاء الصراع لسببين ضمور مطلب تغيير النظام في اولويات الدول الكبرى والاقليمية وبروز توجه يتصل باعادة النظر في بنية الدولة السورية وهويتها يبدو الحل الديمقراطي كأنه يبتعد بقدر ما يتداخل مع الحل القومي او يتوارى وراءه فهل ابتعاده مؤقت ام انه سيضاف الى تعقيدات واقعنا الكثيرة الا يجب علينا المبادرة في اجراء حوار وطني يشارك فيه ممثلون عن جميع مكونات الشعب السوري يحدد هوية المكونات القومية وحدودها ويجعل الحل الديمقراطي مدخلا ملزما الى تحقيقها على ان تنضوي فيه وتثريه كي تجنب شعب سوريا المنكوب نزاعا جديدا لان تكون تكلفته اقل دموية من تكلفة الحل الديمقراطي وختام حلقة اليوم مع موقع شبكة شام ومقال ابراهيم كوكي بعنوان كيف تفرقنا حيث اشار فيه الكاتب لان مشاكل جنوب دمشق الاخيرة كانت بمعزر تام عن مشاكل جاراتها حيث يعيش الناس هناك في واد بعيد جدا لا تسمع به اقرب المناطق اليه ومشاكل دخول المساعدات الادارية تنسجم مع مشاكل المعظمية حينا وتنفصل عنها احيانا اخرى مشاكل التل وقضاياها والاعداد الهائلة من النازحين اليها بعيدة كل البعد عن قضايا ومشاكل الانفاق او الهدن في برزة والقابون اما الغوطى فهي في واد اخر استطعنا بنجاح منقطع النظير ان نتحول لكانتونات متفرقة ان نتحول لاشلاء مباثرة حملنا نظام هما كبيرا فوق طاقتنا انشغلنا به تماما عن ثورتنا عن معركتنا الام عن قضيتنا الكبرى وحمل عبء كل منطقة لجهة مختلفة عن الاخرى واختلق لها مشاكل مختلفة تماما عن المشاكل في المنطقة الثانية بل وابقى فيها جيوبا له تشغلها في الداخل عن معركتها الاساسية وتحرك فيها وتحرش فيما بينها فتفرقت الكلمة وتلخلخت الصفوف وتناثرت الجهود وتعاظمت المشاكل بدون رؤية شاملة لن نحقق تقدما وسنبقى في قوقعة المنطقة والفصيل ولا يمكن ان نصل لهذه المرحلة ما لم نحقق امران اثنان التوحد والتنازلات التاريخية وما لم نحقق ذلك فنحن نستهلك انفسنا وسنبقى ندور في عجلة التهالك حتى لا سمح الله نذوب من الاطراف ونضمحل بهذا مشاهدين الكرام نكون وصلنا لانهاية الحلقة لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة